السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة أرحب بكم أجمل ترحيل في قناتكم قناة ترجبل والنحل القناة التعليمية في مثل هذه الأيام نربي الملكات وقبلها نربي الذكر في مثل هذه الأيام أو في مثل هذا التوقيت بالذات نبدأ بتربية الذكر تربية الذكر لها أولوية وأهمية مثل ما للملكات دور كبير في انتعاش المنحل تربية الذكر نبدأ به قبل تربية الملكات بعشرين يوم من وضع الملكة للبيض أو بما يقارب خمسة وعشرين يوم فإذا زادت قليلا أو نرقصت لا مشكلة لكن لها أهمية في توقيت وترتيب المواعيد بالذكور تضع الملكة الملكة للبيض تخرج الذكر في تاريخ أربعة وعشرين يوم تكون هذه الذكر ناضجة جنسيا بعد مرور ما يقارب الأسبوعين هنا نبدأ بتربية الملكات بعد مرور ما بين عشرين يوم إلى خمسة وعشرين يوم نبدأ بتربية الملكات الطرق التي يجب على الأخ النحال أن يلتزم بها حتى تكون الأمور مرتبة وسلسة ويحصل على ذكور مميزة طبعا في هذه الفترة بالذات هناك شح للمرعاء في بعض المناطق فنحن في هذه الأوينة بالذات نبدأ بتقديم التغذية البروتينية والتغذية السكرية كما هو معروف لدى الجميع الكميات والمواصفات وكذلك لا ننسى أن نقوم بمكافحة الفاروع والرفع مناعة النحل حتى نحصل على نحل صحي خالي من الأمراض أو ذكور صحيحة خالية من الأمراض فنحصل على نتيجة مميزة بمليكات مميزة إن شاء الله ومن أهم النقاط الأساسية التي يجب على أخونا النحر التزين بها أن تكون هذه الخلية ذات كثافة نحلية عالية وتمتاز بقوة الخلية فكلما كانت الخلية قوية ذات كثافة عالية تكون خالية تماما من الأمراض وتكون المغذيات أو الحاضنات متوفرة بشكل كبير حتى تقوم بتغذية الذكور ونحصل على ذكور قوية من ناحية البناء الجسمي أو الأجسام الدهنية المتوفرة في جسم الذكر حتى يكون قوي يستطيع اللحاق بالملكة والتلقيه بشكل جيد طبعا هذا حديثنا حول تجهيز الخلية وترتيبها من التغذية إلى تلك الأمور ومن المهم جدا أن هذه الخلية لها تأريخ أو لها سجل هذا السجل يطلعنا على أهمية هذه الخلية ومواصفاتها وكيف تكون عليه مستقبلا إن شاء الله فتكون هذه الخلية من ضمن الصفات التي تكون فيها أو الملكة الموجودة فيها التي سنربي منها ذكور أنها جماعة للعسل مقاومة للأمراض الهدوء عند النحل التحضين ممتاز جماعة للحبوب اللقاح جماعة للبربلس العقبر المواصفات المميزة في الخلية التي يرغب بها النحل دائما ثم نأتي بعد ذلك للمرحلة الأهم وهي إنزال إطار مخصص لتربية الدكور هناك طبعا إطارات مخصصة لتربية الدكور أو أساسات مخصصة لتربية الدكور لكن لا تتوفر بالشكل المطلوب في جميع المناطق فماذا على الأخ النحل القيام به نقوم بأن نأتي بإطار ونضع فيه أساس شمعي بمسافة 1 سنتي من الأعلى أو 2 سنتي لا مشكلة أو إننا نقوم بإحضار إطار مبني ونقوم برفع الشمع كاملا ونترك من 1 إلى 2 سنتي من السدابة العلوية وهنا سيقوم بعمل بناء جديد من ناحية بناء بيوت ذكرية على كامل إطار وهذه تجربة قد خطها من قبل الأمور طيبة في هذا الجانب ومن أهم النقاط التي يجب على أخونا النحل إن بنت بعض الخلايا دكور أو بيوت ذكرية يقوم بالتخلص من هذه الدكور حتى يحصل هو على ذكور دام مواصفات جيدة ويكون التلقيح بمستوى عال جدا بخلايا مستوها وصفاتها مميزة جدا من دكور معلومة المصدر وهذه نقطة مهمة جدا جدا وهناك نقطة مهمة جدا يمكن أخونا النحال أن يقوم بتربية الدكور بأكثر من خلية وبأكثر من صفات جميلة وقيدة في هذه الخلايا فكلما كانت الدكور متنوعة كان التنوع الجيني متنوع هنا تحدث أحيانا بعض الطفرات أو التميز في الملكات التي ستربى مستقبلا ونحصل على تنوع جيني مما يكون هناك نحل قوي مقاوم للأمراض في الخلية أو في الملكة التي ستأتي مستقبلا وكذلك لكملاحظة للتنوع الجيني مدام ودخلنا في مسألة التنوع الجيني يستطيع أخونا النحال المتمرس المتمكن المتابع الحصول على ذكور من مناحل أخرى يستطيع الحصول عليها هنا يستطيع أن يحضرها إلى منحله وهنا يكون تنوع جيني في تحسين السلالة المحلية التي يقوم أخونا النحال في تربيتها في منحله بعد هذا كله من المتابعة والتجييز والترتيب والتلقيح وخروج الملكات وتربيتها وتجييزها على أخونا النحال التدوين تدوين المعطيات تدوين الملاحظات كيف كانت النتائج من الجيل الأول من تربية الملكات هنا يحصل أخونا النحال على نتيجة مبهرة إن شاء الله وسيكون لنا محاضرة مع الأيام القادمة حول تحسين تربية الملكات طبعا هذه المحاضرة هي عن تربية الذكور وهي مبدأ أساسي ورسمي لتربية الملكات سيكون لنا محاضرة إن شاء الله قريبا حول تربية الملكات في المنحل تحية لكم ترجمة نانسي قنقر